السلام عليكم هادا كاترة عاملين ايه يا رب اكونوا بخير ان شاء الله احنا مكملين مع بعض سلسلة الازي فرماكولوجيا طبعا الهدف من السلسلة اللي احنا بنحاول نساهل دراسة الفرماكولوجيا بقدر الامكان النهاردة هنتلم عن دواء مشهور جدا جدا وهو الميدو درين ميدو قبل ما اتلم عن الميدو درين انا بس هقول عليك الميتان بساط خالص يعني تفتقرهم ما تنساهم شيء هم اللي هيهموني قوي عنه قبل ما اتكلم عن الميدو درين نارى بس هو تصنف اوه عندنا في الفرماكولوجيا اولا الدواء ده سيمباسو سيمباسو مايميتك سيمباسو مايميتك يعني ايه سيمباسو مايميتك كلمة مايميتك معناها شبه وكلمة سيمباسو جاي من كلمة سيمباساتيك يعني هذا الدواء بشتغل شبه السيمباساتيك طيب هو السيمباساتيك ايه هو بالضبط؟ هي الريسبتور ألفا وان ألفا تو بيتا وان بيتا تو بيتا سري دي الريسبتور بتاعت السيمباساتيك اي دواء ينشطهم يبقى اسمه سيمباسو مايميتك اي دواء يقفلهم اسمه سيمباسوليتك الدواء ده ينشط الألفا وان يبقى هو سيمباسو مايميتك على الألفا وان طيب اي دواء ينشط الألفا وان يعني يكون أجونست عليه يعمل فازو كونستريكشن طبعا هستفاد ايه؟ هستفاد لو ده البلد فيزل بتاع مريض بهذا الشكل وديته الميدو دريين البلد فيزل ده هيحصله فازو كونستريكشن بهذا الشكل ده فازو ديلاتيشن ده فازو كونستريكشن يعني الشخص ده كان مريض ضغط واطي لما اديته الميدو دريين واشتغل على هذا الريسبتور اللي على البلد فيزل الشخص حصله فازو كونستريكشن والضغط بتاعه بدأ يعلق يعني هذا الدواء يؤخذ لمريض الضغط الواطش تمام ده الفكرة العامة بتاع الدواء وتصنيفه طيب احنا هنحفظ بقى بعض المعلومات عن هذا الدواء ما تنسهاش ايه هو ايه المعلومات اللي احنا عايزين نعرفها بقى كلمة ميدو دريين هيبقى لها عندنا كود بكلمة هتفكر كلمة ميدو ميدو ده مش اللعب الكورى يعني كلمة ميدو هنفتكرها ان ده شخص شخص فقير ميدو شخص فقير فميدو اس بورمان بور عايزك اول ما تكرق ميدو تفتكر كلمة بور طيب ايه اللي ان هستفدوها من كلمة بور كلمة دي هتفكرك بان هذا الدواء برود رج هذا الدواء يؤخذ أورال عن طريق الفم هذا الدواء بيعالج حاجه اسمها أورثو استاتيك هايبوتينشن 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 يعني ايه أورثو استاتيك هايبوتينشن يعني الشخص لما بيغير موضعه البوزيشن بتاعه ممكن ضغطه يقطه بمعنى لو في ناس لما تبقى نايمة نايمة بالليل عادي تيجي تقوم النوم يعني هي قومي نايمة في الوضع السباين ده وضع النوم ببقى ضغطها مضبوط و الدن مشى قويس في الاوعية الدموية والاوعية الدموية محافظة على التون بتاعها. لو الشخص ده يقم فجئه يقوم التون بتاع البلاد فيزل يعنيت هالتون يعني مثلا وليكن ده اللى الت一起عبة على البلاد فيزل فعد اعتبر ده التون الشخص ده هو نايم تقوم بتاديه هو عامل كده. يقوم قايم فجئه من النوم.مسلا عايز بيجرب عايز بيجرب اي حاجة يقوم فجأة البرادفزي بتاعه عمل كده وسع يقوم الشخص ده ممكن يحصل له حاجة اسمها أورثوستاتيك هايبوتينشن يعني هايبوتينشن حصلت له لما غير البوزيشن بتاعه كان نايم وقام فجأة يقوم الضغط ده يوطى الناس دول لما يجوا يقوم من النوم فجأة يقوم ضغطوهم يوطى بنيدي لهم الميدودرين فيزبط لهم الضغط فهو برودراج بيتاخد أورل وبيعالج الأورثوستاتيك هايبوتينشن الحاجة الثانية اللي أنا عايزة أقولها كلمة بور اللي أنا كاتبها ديت أو كلمة ميدو دول هما أربع حروف فهتفقرك أن التي هاف بتاعته حوالي أربع أورز وبالتالي الدوة ده بيتاخد ثلاث مرات في اليوم أو أربع مرات في اليوم ده فيما يخص الكاترة الميدودرين ده مهم جداً ومن الأدوية يعتبر اللي قد تكون موجود في السوق يعني مميزة جداً 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 ميدودرين كلمة بور وكلمة ميدو أربع معلومات مهمة جداً نتقابل إن شاء الله في فيديو جيد ربنا معكم سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر